موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم وأهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة المحترف الرقمية والبداية بالعنوين الكاف تطالب بإعادة تهيئة ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في غول يوقع رسميا مع نادي فاتح كارا غمرك شركة موبيليز تشتري أسهم نادي شبيبة القبائل ديشون يحسم الجدل حول عودة بنزيمة لخوض المونديال والقدر يتحدى صعوبة رقاء الديكا الفيفا تغرم منتخب ألمانيا بعد اختراقه لقوانين المؤتمر الصحفي قمة بين منتخب الإيران وأمريكا وويلز في مهمة صعبة أمام إنجلترا صهرة اليوم الصافرة الجزائرية لإدارة مباراة أستراليا والدنمارك من العنوين إلى التفاصيل والبداية بالأخبار الوطنية وقبيل انطلاق المنافسة القرية لشان المزمع تنظيمها مطلع جنفيا القادم بأرض الوطن رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عدة ملاحظات بخصوص التهيئة الخارجية لملعب الشهيد حملاوي بقسنطينا وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية فإن ممثلي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم طالبوا بإعادة التهيئة بداخل الملعب وكذلك على مستوى محيطه الخارجي وتشمل عملية إعادة تهيئة الطرقات والأرصفة خارج الملعب إضافة إلى تغيير نظام الإنارة وتركيب أجهزة مكبرات الصوت ذات الجودة العالية وكذلك وضع البوابات الإلكترونية الخاصة بالتذاكر وغيرها وقد نسقت مدرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء مع مصالح الولاية ومديرية الشباب والرياضة لعقد اجتماعات للتكفل الفوري بالمراحدة المرفوعة من قبل وفد الكاف في الورقة المحترفين وبعد الأخبار الأخيرة التي تحدثت عن اقتراب انضمام لعب الخضر ونادي جالتا ساري السابقا صفيان فغولي لنادي فاتح كارغمرك أعلن هذا الأخير اليوم عن انضمام سوسو لنادي التركي يأتي هذا خلال فترة التحويلة الجارية حاليا والخاصة باللاعبين الأحرار من أي التزام وقال نافغول اجتاز الفحص الطبية بنجاح وسيشرع في التدريبات اليوم الثلاثاء ومن المنتظر أن يقوم لعب المنتخب الوطني باجتماع برئيس النادي التركي ومدرب الفريق أندريا بيرلو الذي سيعول كثيرا على خبر السوسو في الميادين لانقاض الفريق من السقوط للقسم الثاني في الكرة المحلية والبداية بأخبار الكاناري أعلنت إدارة الفريق عن بيع نسبة 80% من أسهم الفريق لمتعامل الهاتف المحمول موبيليس وتأتي هذه الخطوة لإنهاء الذائق المالية التي يعيشها الفريق والتي أثرت بالسلب على مردود الفريق الذي يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد خمس نقاط ويأتي استحواذ مجمع موبيليس على غالبية أسهم الكاناري بعد موافقة أعضاء الجمعية العامة الاستثنائية للنادي على بيع غالبية الأسهم للمؤسسة العمومية وسيكون هذا القرار إيجابياً لكل الفريق للعودة لسكة الانتصارات في الورقة المونديالية حسم مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشون جدل حول خبر عودة بنزيمة لأجواء المونديال بعد ترسيم غيابه عن منتخب الديك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب خلال المؤتمر التقديمي الذي عقده اليوم تحسباً لمباراة الجولة الثالثة والأخيرة خداً أمام منتخب تونس وقال ديشون في هذا الخصوص بنزيمة يحتاج إلى الوقت من أجل الشفاء من الإصابة هذا ليس بالشيء الذي يشغل بالي حالياً لدي 24 لاعباً أعمل معهم الآن تحدثت معه بعد مغادرته وضعه سيء ويحتاج الوقت من أجل الشفاء وليس ضمن حساباته حالياً وعن المباراة الشكلية التي سيخدها رفق أمبابي أمام نسور قرطاج ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بعد ترسيم تأهلهم للدور السادس عشر من المنافسة العالمية عاقب فوزهم في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من أستراليا والدنمارك قال المدير الفني للفريق أعرف أن تونس تلعب بكل قوتها من أجل تحقيق الفوز والتأهل ونحن بدورنا سنخوض المباراة بجودة كبيرة رغم ضمان بلوغ الثمن النهائي شاهدت المنتخب التونسي إنه فريق قوي ويملك الكثير من اللاعبين المميزين الذين لاعبوا في الدور الفرنسي كما أضاف سأجري بعض التغييرات في التشكيل بهدف إراحة بعض اللاعبين لدي 24 ساعة لاختيار التشكيلة المناسبة وسأعمل بتوازن من أزل الفوز ولن أخبر الخصمة بالتبديلات كي لا نشعرهم بالراحة ومن الجهة المقابلة تحدث مدرب المنتخب التونسي جلال قدري عن مباراة غد التي ستكون حاسمة بالنسبة لهم خاصة بعد تلقي الخسارة أمام السويسرا والتعادل السلبي أمام منتخب الدانيمارك حيث قال في هذا الشأن لدينا أهداف واضحة ببلوغ دور السادس عشر وتحقيق نتيجة إيجابية يجب الفوز على فرنسا سنخوض اللقاء بخطة متوازنة والتركيز في الشق الدفاعي واستغلال الفرص نريد إسعاد جمهور تونس مثل ما حدث في لقاء الدانيمارك لا ننظر إلى التاريخ كثيرا منتخب فرنسا لم يلعب كثيرا ضد تونس ربما ثلاث مباريات ومواجهة الغد بالنسبة لنا مصيرية وأتم حديثه قائلا رسالتي إلى اللاعبين أقول لهم لا مستحيل في عالم الكرة لدينا كل الثقة والتحفيظ وسنخوض المعركة الأخيرة بشرف جدير بالذكر بأن منتخب الديك يحتل صدارة المجموعة بست نقاط بينما يتواجد أشبال المدرب قادري في المركز الرابع بنقطة وحيدة في خبر آخر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بياننا نسميا عن فرض عقوبة مالية لمنتخب ألمانيا تقدر بعشرة ألف فرنك سويسري وأكدت الفيفا أن عقوبة المنتخب الألماني ترجع إلى عدم التزامه بقواعد المؤتمر الصحفي قبل لقاء إسبانيا بالجولة الثانية للمجموعات الخامسة ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر حيث رفض هاز المدير الفني لمنتخب ألمانيا إرسال لاعبه للمؤتمر الصحفي واكتفى بالحضور بداع فرض التركيز للاعبه قبل لقاء إسبانيا وحسب ما تنص عليه قوانين الفيفا فإن المؤتمر الصحفي يجب أن يحضره لاعب بالإضافة للمدرب ليخترق المدير الفني لمنتخب الماكينات هذا القانون حيث قال في هذا الخصوص طلبت من لاعبي منتخبي عدم الحضور للمؤتمر الصحفي والتركيز على الحصة التدريبية المهمة قبل لقاء إسبانيا وفي لقاءة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات الخاصة بمونديالي قطر وضمن المجموعة الثانية يواجه المنتخب الإيراني أمريكا في مواجهة مثيرة وقوية بين أشبال كيروش المتصدر الثاني للمجموعة بثلاث نقاط والذي يسعى للفوز في اللقاء والعبور للدور المقبل أمام صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين وهذا بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب الثمامة ولنفس المجموعة سيحصد أحمد بن علي المونديالي اللقاء الذي سيجمع بين متدير المجموعة منتخب ويلز أمام المنتصدر إنجلترا برصيد أربع نقاط وذلك بداية من الساعة الثامنة ليلا نبقى مع الورقة المونديالية عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم ثلاثية تحكيم الجزائري المتمثل في كل من مصطفى غربال عبدالحق إتشعلي إضافة لمقران جوراري لإدارة مباراة غد التي ستجمع منتخب أستراليا بالدنمارك بملعب الجنوب على الساعة الرابعة مساء وسيكون غربال حكم الساحة في اللقاء وإتشعلي مساعده الأول أما جوراري فسيكون مساعدا ثانيا بيالورقة الدولية نصل وإياكم لختم النشرة الرياضية وهذا تذكير بما جاء فيها الكاف تطالب بإعادة تهيئة ملعب الشهيد حملاوي بقصنطينة في غولي يوقع رسميا مع نادي فاتح كارا غمرك شركة موبيليس تشتري أسهما نادي شبيبة القبائل ديشون يحسم جدل حول عودة بنزيمة لخوض المونديال والقدر يتحدى صعوبة لقائد ديكا الفيفا تغرم منتخب ألمانيا بعد اختراقه لقوانين المؤتمر الصحفي قمة بين منتخب الإيران وأمريكا وويلز في مهمة صعبة أمام إنجلترا صهرة اليوم الصافراء الجزائرية لإدارة مباراة أستراليا الدنمارك جمهورنا الرياضي شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة أمسية طيبة لجميع والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة